موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في حلقة جديدة متجددة من أيام الأسبوع لبرنامج حديث المساء إذن نلتقيكم عبر قناة الشرقية من كلبان نطلعكم على آخر المسجدات في المنطقة الشرقية وإمارة الشرقة كما تعودنا عنوين حلقتنا لهذا اليوم خطة أمنية متكاملة في المنطقة الشرقية خلال عيد الأضحى المبارك موسيقى مسلخ خورفكان الحديث الأضخم هو الأول من نوعه في المنطقة الشرقية موسيقى إقامة سوق الأضاحي بمدينة خورفكان إذن كانت هذه عنوين حلقتنا لهذا اليوم ونبدأ أولى الفقرات بالأخبار المحلية في إمارة الشرقة وأولى العنوين بلدية دبلحصن تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى بخطة استباقية استكملت بلدية مدينة دبلحصن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة استباقية وتدابير وقائية شاملة لأيام العيد بهدف الحفاظ على صحة وسلامة السكان والزوار في المدينة الفاضلة من جائحة فيروس كورونا المسجد كوفيد-19 ووضعت إدارة العمليات بالبلدية خطة استباقية ومنهجة لتنفيذ جولات تفتيشية مشددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمنشآت العاملة في المدينة وذلك من منطلق حرصها على التزام هذه المنشآت بالقوانين والتعليمات وبالإضافة إلى ذلك إجراء حملات تفتيشية مفاجئة ودورية على الصلونات الرجالية والنسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة وبما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور عنوان آخر شرطة الشارقة تزيد ساعات منع مرور الشاحنات بخرفكان في إجازة العيد أعلنت القيادة العامة شرطة الشارقة أنه سيتم زيادة ساعات منع دخول الشاحنات لمدينة خرفكان وذلك ابتداء من الاثنين وحتى الجمعة الثالث والعشرين من يوليو تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك حيث ستبدأ ساعات المنع من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً مع العمل بتوقيتات المنع السابقة وذلك خلال المدة المحددة أعلى بهدف التخفيف من حدة الازدحام متوقعة وتسهيل حركة السير والمرور في أوقات الضروة وتناشد شرطة الشارقة قائدي الشاحنات بالالتزام بقوانين وأنظمة المرور وخاصة في أوقات المنع لافتة إلى أنه سيتم تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وتجديد الضبط المروري لتحقيق السلامة المرورية أسرية الشارقة تستقطب 1200 مشارك بثالث محاور الوطن أسرى أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أنها واصلت تحقيق مستهدفات حملة الوطن أسرة المتمثلة في ترسيخ مبدأ التلاحم الأسري في المجتمع وتركيز انتباه أفراده نحو القيم التي تدعم التماسك الأسري حيث شهدت البرامج التوعية والجلسات الحوارية التي نظمتها الإدارة ضمن فعاليات المحور الثالث من الحملة والذي جاء تحت عنوان تعزيز الصلاة الاجتماعية القوية والحيوية ومشاركة أكثر من 1200 شخص وخالصت الجلسات الحوارية إلى رفع عدد من التوصيات والمقترحات من أبرزها ضرورة العمل على ترسيخ دور الخدمات الاجتماعية في عملية التلاحم المجتمعي كما سلطت الجلسات الضوء على أهمية دور وسائل الإعلام في ترسيخ التماسك والتلاحم الأسري وضرورة العمل على تعزيز دور الشبهة في بناء الأسر المستقرة لمجتمع متماسك إذن ما زلنا في الشارقة وأخبار الشارقة عروض صيف الشارقة تشهد تخفيضات تصل إلى 80% احتفاء بعيد الأضحى المبارك تستعد مراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة الشارقة احتفاء بحلول عيد الأضحى المبارك لإطلاق باقة من التخفيضات الكبرى على أرقل علامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات المصحوبة بباقة كبيرة من الجوائز القيمة والهدايا وذلك ضمن مفاجآت عروض صيف الشارقة والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى السادس والعشرين من أغسطس القادم على مدار خمسين يوما في كافة مدن ومناطق الإمارة تحت شعار صيف الشارقة تسوق جوائز ومتعة وتشارك فيها جميع مراكز التسوق وأعداد كبيرة من محال التجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة وتشهد خصومات قياسية تصل نسبتها إلى 80% على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية إذن عزاء مشاهدي ما زلنا في الأخبار المحلية لإمارة الشارقة إذ نظمت هيئة الشارقة للكتاب جلسة حوارية بخرفة كان استضافت فيها سعادة الدكتور عبدالله الدرمكي عضو المجلس الاستشاري في الشارقة مؤلف كتاب رحلة إلى القمة والدكتور محمد عبدالكريم مراد رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في شرطة أم القيوين وتفاصيل أكثر في التقرير التالي نظمت هيئة الشارقة للكتاب جلسة ثقافية بعنوان ملتقى الكتاب والتي أقيمت بمكتبة خرفة كان العامة وبحضور سعادة الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والدكتور محمد عبدالكريم مراد رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في شرطة أم القيوين وعدد من الشخصيات البارزة ومحبية الكتاب كان حقيقة يعني الجو جدا إيجابي التفاعل التواصل الأسئلة اللي كانت موجودة حاولنا بقدر المستطاع أننا اليوم بعد نفيد المتفاعلين أو المشاركين من هذا الملتقى من السر خلف فكرة إنشاء كل كتاب وما الإلهام أو الشغف اللي كان حقيقة محفزنا أننا اليوم نشارك تجاربنا في هذه الحياة الحياة حقيقة في إنها هي تجارب وهي يعني تجارب قد يحتوي فيها العديد من قصص نجاح وأيضا قد تحتوي في طياتها أيضا كثير من قصص التحديات ما بين هذا وهذا أكيد قصص وعبر وحكم نريد نحن ككتاب أن نوصلها لمجتمع القراء تمحورت الجلسة حول مجموعة من الموضوعات تناولت السيرة الذاتية للمشاركين وتبادلها مع الحضور مؤكدة أهمية القراءة وزرع الثقة وحب الثقة في الأجيال الحالية هذه الملتقيات تثري المعرفة كان الحضور اليوم جميل ورائع من جهات مختلفة من أماكن مختلفة وجنسيات مختلفة هذا الإثراء وهذا التناقل المعرفي راح يؤدي إلى رفع الوعي في المجتمع بالتالي راح نحقق ونصل إلى ما نرنو إليه تأتي هذه الجلسة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتوسيع آفاقهم وإثراء معارفهم وتمثل هذه الأنشطة متنفسا ثقافيا ثريا لمختلف أفراد المجتمع وفرصة لمحبي القراءة لمقابلة كتابهم المفضلين لتشجيعهم على مؤصلة القراءة وتعرف على الإصدارات الأدبية المختلفة إذن من هذه الجلسات الحوارية والثقافية التي نراها في إمارة الشارقة والمتمثلة في هيئة الشارقة للكتاب وتنظيمها مثل هذه الجلسات الحوارية بحد ذاتها تجعل الحركة الثقافية ذات حركة متسارعة في إمارة الشارقة إذن عزاء المشاهدين كانت هذه جملة الأخبار المحلية لهذا اليوم وما زلنا في أخبارنا وما أتأتى من افتتاحات في إمارة الشارقة ورفض المشاريع السياحية في المنطقة الشرقية إذن افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم إمارة الشارقة صباح يوم الخميس الماضي استراحة السحب هي أحدث المشاريع السياحية النوعية بمدينة خورفكان والتي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر إذن أعزاء المشاهدين يبلغ طول الطريق الموصل إلى استراحة السحب تقريبا ستة كيلومتر ونصف الكيلومتر ويشمل على حارتين للصعود وحارة للنزول وصمم ونفذ وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية وبانسيابية عالية تمكن كافة المركبات من الصعود والنزول بكل سلاسة ويسر ويتكون مشروع استراحة السحب عزاء المشاهدين من طابقين بمساحة إجمالية بلغت 2788 متر مربع حيث يشتمل الطابق الأرضي على مقا وعلى مطعم يسع لعدد 88 شخصا في القاعة الداخلية و48 في الشرفة الخارجية أما القبو فيحتوي على قاعة متعددة الأغراض تسع لاثنين وستون شخصا ومصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه ومرافق خدمية وإدارية تضم استراحة السحب التي نفذت على مساحة 10250 متر مربع منطقة ألعاب للأطفال بمساحة تقدر ب541 متر مربع وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بمساحات خضراء حيث تم زراعة 8700 شجرة لتطفي طابعا جماليا وصحيا على المنطقة بالإضافة إلى توفير عدد 89 موقفا للسيارات كما أنه تم تتشين المسار الجبلي الذي يصل بين استراحة السحب واستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ 3 كيلو متر ويوفر المسار لمحبي الرياضة الجبلية والمغامرات وممارسي الرياضة تجربة مميزة بين جبال خرفكان وتطل على مناظرها الخلابة والبديعة إذن عرضنا هذه الاستراحة وهذا المشروع السياح الذي قبل أيام كانت تتاحه مع صاحب السموح حاكم الشارقة وهي بالحقيقة رافد سياحي إلى هذه المنطقة والآن مع هذه الأيام في فترة تعيد الأضحى المبارك سيكون هناك توافد للزوار لهذه المنطقة السياحية إذن أعزائي المشاهدين سوف نتعرف على القناة المائية في مدينة دبلحصن والخدمات التي يتم تقديمها مع الزميل محمد البلوشي دعونا نتابع هذا التقرير ولنعوده من المدينة الفاضلة مدينة دبلحصن موجودين اليوم إن شاء الله في هذه الجولة المميزة في القناة المائية في مدينة دبلحصن سنتعرف على الخدمات الموجودة في هذه القناة ومميزات هذه القناة سواء من ألعاب أو أيضا أجهزة رياضية بالتأكيد هناك الكثير لضم هذه القناة المميزة والجميلة بالتأكيد اليوم في مدينة دبلحصن الفاضلة بأهلها وناسها الطيبين وكذلك زوارها المميزين سنتعرفكم على ما تضم هذه المدينة من جماليات ومميزات خلقكم معنا مثل ما تشوفون متابعين الكرام أحد مميزات هذا الموقع وهذه القناة المائية هي وجود هذه المسطحات الخضراء وهذه الأشجار أشجار النخيل لأضافة ترونة مميز لمدينة دبلحصن والقناة المائية في مدينة دبلحصن بالفعل اليوم نقول هذه دبلحصن ترجمة نانسي قنقر متابعين الكرام وصلنا معاكم لختام هذه الجولة الجميلة في القناة المائية في المدينة الفاضلة مدينة دبلحصن في الأخير تأخذ لك الصراحة في أحد المقاهي الموجودة في المدينة وأكيد تستمتع بالأجواء والمناظر الطيبة وهدوء المكان والخضار الموجود زور مدينة دبلحصن وزور المقاهي الموجودة فيها استمتع بالوجبات الجميلة والخفيفة مع السلامة أشكر الزبيل محمد بلوشي على هذه الفقرة الجميلة للمدينة الفاضلة وهذه المرافق الجميلة والقناة المائية في مدينة دبلحصن إن شاء الله في أيام عيد الأضحى المبارك ستكون هناك تغطية لمدينة دبلحصن وحلقة مخصصة لمظاهر العيد في مدينة دبلحصن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بإذن الله إذن تعزيزا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزائري مهرة الشارقة أكدت القيادة العامة شرطة الشارقة وجاهزية عناصرها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية متكاملة تجمع بين الأمنية والمورية والتفتيشية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في إمارة الشارقة لتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين ونتعرف على جاهزية إدارة شرطة المنطقة الشرقية يسعدنا بأن نرحب الرائد الدكتور محمد خلفان الكندي ومديره فرع شؤون المرور في إدارة شرطة المنطقة الشرقية أهلا بك دكتور أهلا ومرحبا فيكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام أنتم بخير وإن شاء الله يكون عيد الأضحى هذا عيد خير علينا وعليكم جميعا وعلى جميع النخوة المقيمين والمواطنين في إمارة الشرق ودولة الإمارات العربية المتحدة إذن دكتور أعلنت القيادة العامة شرطة الشارقة عن اعتمادها خطة أمنية متكاملة في فترة عيد الأضحى المبارك هل لك أن تعرفنا أو تطلعنا على هذه الخطة دكتور؟ طبعا طلاقا من الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمنا وأيضا بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكل عام أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة خطتها الأمنية الشاملة التي تجمع بين المرورية والتفتيشية والأمنية تحت مسمى الاحتفال بأمان على مستوى إمارة الشارقة وذلك استعدادا للإحتفال بعيد الأبحى المبارك وأيضا الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الجمهور حيث شملت هذه الخطة رفع درجة الجاهزية والاستعداد لغرف العمليات على مستوى إمارة الشارقة بشكل عام وعلى مستوى المنطقة الشرقية بشكل خاص لاستقبال كافة البلاغات بشتى أنواعها ويضا الاستفثارات من قبل الجمهور على مدار الساعة وذلك لضمان تحقيق الاستجابة للسريعة من قبل غرفة العمليات في التعامل في أي بلاق يرد إلى غرفة العمليات أو يرد إلى غرفة العمليات على مستوى المنطقة الشرقية سواء كان في مدينة خورفك كان أو مدينة كلبة أو مدينة دبل حصن أيضا بالإضافة إلى الاستعداد من قبل الدوريات المرورية في المنطقة الشرقية وتكثيف تواجدها على مدار الساعة والانتقال لأي بلاق يتم تحويله من قبل العمليات في أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق الاستجابة للوصول إلى موقع البلاق أما فيما يخص الفرق المتواجدة على مدار الساعة لنشر التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد لانتشار فيروس كوفيد 19 فهي متواجدة على مدار الساعة في الثلاث مدن وتقوم بعملية التوجيه والإرشاد للأشخاص المتواجدين والسايحين في المدينة نعم إذن دكتور هي خطة متكاملة بالإذن الله هي تفتيشية أمنية وسلامة مرورية لكن تشهد المنطقة الشرقية في فترة العطلات توافد عدد كبير من السياح وأفواج سياحية كبيرة ما هي جاهزيتكم خلال فترة عيد الأضحى المبارك دكتور بالنسبة لحركة وانسيابية المرور في المنطقة الشرقية؟ طبعا بالإضافة إلى رفع درجة الجاهزية والاستعداد في غرف العمليات أيضا تم رفع درجة الجاهزية والاستعداد في تواجد وتكثيف الدوريات على مدار الساعة في المنطقة الشرقية سواء كان ذلك في مدينة خورفكان ومدينة كلباء ودبل حصن وتكثيف تواجد عدد الدوريات على مدار الساعة في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والأماكن السياحية وذلك بغرض تنظيم حركة السير وانسيابية الحركة ومنع الازدحامات المرورية والتواجد الأمني في المدينة كذلك لتقليل الازدحامات المرورية في مدينة خورفكان تم تقييد حركة مرور الشاحنات في مدينة خورفكان من تاريخ 19-7-2021 ولغاية يوم الجمعة 23-7-2021 من يوم الأثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 5 مساء ولغاية الساعة 10 مساء وذلك بغية تقليل الازدحام المروري في المدينة مع بقاء أوقات المنع السابقة على ما هو عليه نعم إذن كما ذكرت دكتور بأن هناك إجراءات وأن هناك خطة متكاملة لانسيابية الحركة المرورية في المنطقة الشرقية ومدن المنطقة الشرقية الثلاثة إذن في حال وجود الأفواج السياحية القادمة لزيارة هذه المنطقة وهي الحقيقة في تزايد مستمر ما هي الإجراءات المتبعة في حال مخالفة الوقوف العشوائي للمركبات في المواقع السياحية ما هي الإجراءات المتبعة من خلالكم طبعا ولله الحمد بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة يتم استقبال أعداد كبيرة وذلك نتيجة لوجود المشاريع الهائلة التي قامت بها مبادرات صاحب السمو حاكم الإمارة جزاء الله خير وجود أعداد كبيرة من السياح في المدن الثلاث في مدينة خورفكان ومدينة كلبا ودبل حصن يتم توجيه الأشخاص الذين يقومون بالمخالفات البسيطة أو الوقوف العشوائي في الطرق بالتوجيه النصح والأرشاد ليهم في بداية وقوفهم وذلك من خلال تواجد دوريات في الطرق الرئيسية والفرعية وتواجد دوريات الثابتة بالإضافة إلى الاتصال بأي شخص عن طريق غرفة العمليات ليتم التعامل من خلال غرفة العمليات مع هذا الشخص ثم يتم اللجوء إلى موضوع المخالفات المرورية إذا تطلب الأمر في ذلك نعم إذن دكتور القيادة العام شرطة الشارقة لديها كثير من المبادرات وإدارة المنطقة الشرقية كذلك تقوم بالمبادرات من أجل تعزيز الثقافة المرورية والثقافة الأمنية في المجتمع بشكل كبير لكن أعتقد أنك حملات تم إقامتها لديكم فهل كانت تطلعنا عن هذه الحملات الخاصة بالسلامة المرورية؟ طبعاً من خلال المشاريع التي صارت في المنطقة الشرقية بشكل عام في الفترة الأخيرة وجدت هناك أيضاً ممرات لعبور المشاع أو أماكن عبور المشاع على الطرقات الرئيسية في المدن الثلاث وتطلب الأمر علينا أن نقوم في حملة تحت مسمى حملة أوية تحت مسمى عطل المشاع حقه وهذه الحملة بادين فيها من تاريخ 1-7-2021 ولغاية 31-7-2021 تضمن هذه الحملة تعريف المشاع بإرشادات العبور السليم والأماكن المخصصة لعبور المشاع من خلال توعيتهم بأهمية استخدام أماكن عبور المشاع واستخدام الإشارات المخصصة لعبور المشاع على الشوارع الرئيسية أو الشوارع السياحية في المدينة كذلك تعريف الساقين بأولوية المشاع وتخفيف السرعة في الأماكن التي توجد بها خطوط عبور المشاع هذا بما يخص الحملة التي قمنا بها في الفترة الحالية خلال الشهر الحالي نعم إذن دكتور لو نعود كذلك لاستعدادات عيد الأطحى المبارك في هذه الفترة ما هي إجراءاتكم المتبعة لضبط المخالفين والحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بما أن في هذه الفترة هي فترة أعياد فترة زيارات وما هي الإجراءات المتبعة من قبل الفرق التفتيش والدوريات طبعا نحن في عدنا شراكات مجتمعية مع بلدية الشارقة وكذلك في المنطقة الشرقية البلديات المنطقة الشرقية والدوار الاقتصادية وكذلك فرق موجودة من مستشفى خور فكان أو مستشفى كلبا ومستشفى الموجود في دبل حصن كذلك من ضمن الفرق اللي خاصة فينا اللي موجودة على مدار الساعة في فرق مكونة من ضباط وصف الضباط وأفراد من الذكور وأيضا من الشرطة النسائية متواجدة على مدار 24 ساعة تقوم بتوجيه التوعية والنصح الأرشاد لموضوع التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية لكافة السياح من المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية وإذا تطلب الأمر في اتخاذ الإجراءات القانونية يوجد أدنى النظام الإلكتروني يتم من خلاله طلب الهوية ويتم تحرير المخالفات الخاصة والتي صدرت من النائب العام نعم إذن دكتور بما أن هذه فترة فترة عطلات فترة مناسبات واحتفالات هل لك بأن تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين بطريقة التقديم لطلب مثلا لإجراء حفل في المنزل لحفل زواج أو زفاف فهل هناك إجراءات متبعة يتم تقديمها ليكون الحفل بشكل قانوني طبعا من ضمن الشراكات التي قمنا فيها قمنا بعمل شراكات مع مجالس الضواحي في المنطقة الشرقية لأي شخص يرغب في إقامة احتفال سواء في القاعات المخصصة الاحتفالات أو في المنازل يتقدم بطلب إلى مجالس الضواحي والقرى في المنطقة الشرقية سواء كان في مدينة خرفك كان موجودة هناك في مجالس مأتمدة أو في مدينة كلباء أو في دم الحصن ويتم التواصل مع هذا الشخص وإعطاء التصريح بدورهم يقوموا مجالس الضواحي بإرسال هذا التصريح نسخه منه إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية وهناك توجد مثل ما تفضلت وبلغت قبل شوية توجد أدنى فرق موجودة مكونة من الضباط صف الضباط وأفراد من الذكور وأيضا فرق موجودة من الشرطة النسائية يقوموا بالمرور بين فترة والثانية أو المرور العشوائي على هذه المناطق أو الاحتفالات للتأكد من التزام من التزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية في هذه الاحتفالات فأحنا نتمنى ونهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين الموجودين في المدينة لأي شخص أن يتقدم المجلس الضواحي لطلب هذه الخدمة وبالإضافة للتزام بالشروط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ عليه وعلى سلامة أهله وعلى سلامة الجمهور اللي بيكون موجودين إن شاء الله نعم وكذلك نحن نضم صوتنا لهذا الأمر وفي حال تقديم دكتور بلاغ للمخالفة ما هي قنوات الاتصال التي بإمكان الجمهور التواصل معها وتقديم هذه البلاغات وحتى الاقتراحات طبعا أول حاجة أحب أن نوه لنقطة نحن في إدارة المنطقة الشرقية أو في القيادة العامة بشرطة الشارقة أو في إدارة المنطقة الشرقية مكاتبنا مفتوحة على مدار الساعة لجميع الأشخاص المتوافدين إليها للتساؤلات سواء كان بالاتصال إلى على الأرقام البدالات الموجودة عدنا أو سواء بالطلب أي بلاغ أو حاجة على الثلاث تسعات أو طلب لخدمة الإسعاف أيضا على التسعة تسعة ثمانية وعدنا أيضا البدالة الرئيسية في إدارة المنطقة الشرقية موجودة اللي هي صفر تسعة ثلين ثلاثة سبعة أربعة أصفار يمكن التواصل على مدار الساعة وعدنا أيضا الثلاث تسعات لأي بلاغ كان في المنطقة الشرقية كاملة إن شاء الله وعدنا أيضا للمقترحات أو الملاحظات أو أحد عنده أي شكاة أو أي شيء ممكن يضيف كذلك خدمة الواتساب موجودة على نفس رقم البدالة الخاصة بإدارة المنطقة الشرقية اللي هو صفر تسعة منين ثلاثة سبعة أربعة أصفار ممكن يرسل ملاحظاته أو شكوى أو عنده أي مقترح ممكن يفيدنا فيه في الفترة القادمة كذلك موجودة القناة الرئيسية لوزارة الداخلية اللي هي الأمو آي ممكن يتم التواصل عليها كذلك ممكن أضيف لتشارقهم الخاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في غرفة العمليات الرئيسية اللي هو صفر ستة خمسة ستة ثلاثة أربع وحدات ليتم التواصل كذلك ولكن نحن نركز على الثلاث تسعات في تقبل أي بلاغ أو أي ملاحظة أيضا نعم إذن دكتور كلمة أخيرة ونصيحة لأسادة المشاهدين في إجراءات وكذلك هذه الفترة لعيد الأضحاء المبارك كذلك في كلمة أخيرة أنا أتوجه أول شيء وهني حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أرض المحبة والخير والعطاء أرض الأمان نبارك لهم بعيد الأضحاء المبارك ونقول لهم نتمنى أنكم تحتفلون بأمان نتمنى من الأخوة المتواجدين على أرجاء دولة الإمارات التزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية سواء في الذهاب إلى ماكن السياحية أو بالتواجد في المنازل للحفاظ على سلامتهم وأمنهم في المنطقة كذلك أتوجه لقائدي المركبات وأقولهم أتمنى أنكم تحافظون على الأرواح والمتلكات بتخفيف السرعات والانتباه للطرقات وعدم استخدام السرعات الزائدة على الطرقات وأنقلكم تحيات القيادة العامة لشرطة الشارقة ونحن سعيدين دائما نكون متواجدين معاكم على الدوام إن شاء الله كل الشكر لرائد الدكتور محمد خلفان الكندي مدير فرع شؤون المرور في إدارة شرطة المنطقة الشرقية وكذلك نحن نضم صوتنا لك دكتور ومتمنيين من الجميع قضاء أوقات سعيدة في عطلة عيد الأضحاء المبارك والاستمتاع بما تصغر به الإمارة الباسمة من مقومات بيئية وسياحية متنوعة لكن وفق الاشتراطات والتدابير الاحترازية للحد من اتشار فيروس كوفيد تسعة عشر إذن عزاء المشاهدين من هذه المكالمة مع الدكتور الرائد محمد خلفان الكندي نواصل فقراتنا في برنامج حديث المساء سوف يأخذنا الزميل عمر في جولة بمسلخ خور فكان والحديث أكثر حول هذا المسلخ نتعرف عليه في هذه الفقرة لنتابحها